تنية سنوي مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد أبناء وبناتي طلاب الصف الثاني السنوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات التاريخ للصف الثاني السنوي أهلا ومرحبا بكم في قناة مدرستنا تلاتة تحت أشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن جزء جديد من الدولة الإسلامية وفتحات الإسلامية أزاي الفتحات الإسلامية تكلمنا عنها في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو التوسعات البسيطة وبعد كده شفنا عصر الخلفاء الرشدين وما وصلت إليه الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الرشدين النهاردة هنتكلم في حاجة تانية بقى الفتحات الإسلامية في العصر الأموي وفي العصر العباسي وهنا بناخد متناول جديد واتجاهات جديدة الدولة كبرت وقويت وأصبحت دولة قيمة على رصائق قوية الخلفاء الرشدين وضعوا رصائق رسوله صلى الله عليه وسلم حط بنيتها وحط الأسس الخلفاء الرشدين بنوا وأكملوا هذه الأسس السياسية والقيادية في قيادة الدولة بعد وفاة الرسول ثم بعد ذلك هيأتي بقى الدولة الأموية بقالها يدور تاني هنبدأ يندين هنا تحددت خلاص مناحة دولة الإسلامية كلها بعدما قيام الدولة الأموية بدأت الفتحات الإسلامية بشكل كبير جدا وامتاز عصر بنوا وأمية بكسرة الفتحات فتحات كثيرة في كل مكان شرقا وغربا وراية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ارتفعت بشكل كبير الدولة الإسلامية وصلت للتساع كبير لها جدا في هذا العصر من الصين شرقا لحد حدود فرنسا هذه هي حقيقة من الصين لحد حدود فرنسا الدولة الأموية كانت دولة فتحات زي ما بنقول عليها الخليطة اللي قدامنا دي بتوضح فتحات الخلفاء الرشدين وفتحات الدولة الأموية اللون الأصور أصدنا هو فتحات الخلفاء الرشدين شايفين عندنا يا جماعة هي وصلت لاتجاهات معينة اللون اللي أقدر بعد كده المحدد باللسو الدوت من تحته ومن فوقيه عشان خطر يحدد الأماكن دي فتحات المسلمين في العصر الأموي شوف يا جماعة وصلوا من البلاد السند وبلاد موراء النهر وصلوا من البلاد المغرب الأقصى والأوسط وصلوا من البلاد الأندلس وبقهم على حدود بلاد الفرنجة اللي هي بنقول عليها فرنسا ومن النحية التانية من جهة الشرق على حدود الصين كل دي هي التوسعات الإسلامية كبيرة جدا طيب أهم الفتحات الإسلامية في عصر الدولة الأموية فيها عند فتحات بلاد السند وبلاد موراء النهر بلاد موراء النهر وعند بلاد المغرب والأندلس من جهة وعند الناحية الثانية أسيا الصغرى طيب الفتوحات الأموين في المشرق الإسلامي اللي هي فتوحات بلاد السند اللي قام بالفتوحات ديات أول من بدأ بيها اللي هو محمد بن القاسم الثقافي اللي استطاع الحاق الهزيمة كبيرة بجيوش الملك بتاع السند وإزاي أنه هو تقدم لحد وصل لمدينة الملتان محمد بن القاسم طبعا انتصاراته وصلت لكل مكان تحدث بعد ذلك حدوث أسيا في حروب يعني أو فتوحات أسيا الوسطى وهنا كانت عليات قطايبة بن مسلم الباهلي واستطاع قطايبة بن مسلم أنه هو يفتح ويوصل الجيش بتاع الحد وصل لحد أبواب الصين ودي فتوحات عظيمة جدا وكبيرة جدا لحد ما مالك الصين نفسه توجه إليه وطلب الصلح وكتب الصلح عشان منع الصدام مع المسلمين عندنا بعد كده لما نيجي نبص الخريطة دي بتبين إليك فتوحات محمد بن القاسم وقطايبة بن مسلم ويزيد بن المهلب الأسدي ونشوف الفتوحات عندنا يعني اللي باللون الأسود ده قطايبة بن مسلم اللي وصل لحد تركستان الشرقية حدود الصين ونجد عندنا محمد بن القاسم اللي باللون الأحمر اللي حد وصل إلى الملتان ووصل إلى بلاد السند باللون اللي أقدر عندنا هنجد عندنا اللي هو الجزء اللي ما بين خرسانة وتبرستان اللي هي فتوحات بتاعت يزيد بن المهلب الأسدي كل دي فتوحات إسلامية مرت طيب وما الفتوحات بقى أسيا الصغرى أسيا الصغرى بلاد الروم معه ابن أبي سوفيان واصل طبعا هنا التقدم بتاعه مع ابن أبي سوفيان يا جماعة كان أنا أشايف أن هي أرمينيا وأسيا الصغرى والقسطنطينية هي مصدر المشكلات بدأ الفتوح بتاعته بإقليم الصغور وتوجه إلى القسطنطينية وكان هناك كل مكان يدخله ويبني العواصم ويرمم المواني ويبني القلاع على سحل البحر وأنشأ ما يطلق عليه في التاريخ الإسلامي بنظام الصوائف والشواتي المعارك أو الحروب اللي بتبقى في الصيف اسمها الصوائف واللي في الشتاء اسمها الشواتي وطبعا هنا فيها عندنا أماكن الشتاء بتاعها قارس وكان ديت بيروح لها في الصيف بتبقى صوائف الأماكن اللي في الشتاء بتاعها أقل وطأ بيروح لها في الشتاء وبتسمى الشواتي بقى أنا عندي صوائف الشواتي دي أنواع من الحروب اللي خضها مع وياه ابن أبي سبيان وهو أول ما نطلق عليها كده عندنا بعد كده بنجد حاجة تانية الأمويين عملوا محاولات متعددة لحصار مدينة القسطنطينية القسطنطينية هدف دي رمز للروم وهدف لنا إن انت تروح تفتحها وإنك انت تبقى تسيطر عليها لأنها مصدر العنف اللي احنا خلاص أسقط رمز الفرص فاضل رمز الروم اللي كان بيحارب الإسلام ويواجه المسلمين ويعاملهم معاملة سيئة ويسيطر على بلاد الشام بس فشل المسلمين في فتح القسطنطينية القزارة الأمطار والبرد الشديد القارس جهداك وانتشار الأمراض استعمال البيزنطيني النار الإغراقية النار الإغراقية دي اللي احنا بنقول الحمد الكابريتيك أو النار اللي كانوا كانوا بيخلقوها ويحدفوها على السفن الإسلامية فتحرقها وتشايلها بالإضافة السلاسل الحاجزة اللي كان عاملنا في البحر وعلى الشاطئ الأسيوي طبعا وأغلقوه في وقت التهديد والحصار والموقع الجغرافي موقع القسطنطينية موقع مميز لا تستطيع بسهولة انك انت تفكر في فتح مدينة زي مدينة القسطنطينية فمش هتعرف تعمل عنصر مفاجئة شايفين قصدنا مدينة القسطنطينية محاصرة شبه يعني معمولة ايه رأس في داخل البحر وتحس كده ان هي المياه من جميع النواحي محتاج أساطيل ومحتاج ناحية برية ومحتاج كل حاجة وعندك فيه هناك بردك بوابات وعندك هناك أصوار مش سهل فتحها إذا كان فتحها بعد كده النسلمين دقارة محمد الثاني فكان الأمر مختلف لأن كانت ظهرت المدفعية في الوقت دوت الاموين وصلهم فتحاتهم لحد وصلهم للصغور والعاصم واستكمل الفتحات وعندنا هي دية الخريطة بتاعة الصغور الإسلامية اللي فتحها المسلمين زي ملطية وقيصرية ورقلية قونية وعمورية وصيراس كل المدن دية وصلوا عليها مع عدل قسطنطينية لم يستطع المسلمين في هذه المرحلة فتحها لصعوبتها زي موضحنا عبد الملك ابن مروان دايما هو بيبعث الجيوش كان يقول لابنه يا بني كن رحيما وحليما ولا تكن عنيدا كفورا ولا مختالا فخورا رغم فتحاته وانتصاراته خليك متواضع وكان بيوصل قائد بتاعة يقول له أنت تاجر الله لعباده كن كالمضارب الكيس الذي إن وجد ربح تاجر ربح تاجرا وإلا احتفظ برأس المال ولا تطلب الغنيمة حتى تحرز السلامة وكون من احتيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال عدوك عليك ما تخلهمش تتحكوا عليك خليك فاهم تحر بخدعة فتحات الأموين بقى في المغرب بلاد المغرب بلاك كبيرة جدا وبدأت بفتحة إفريقية اللي هي تونس دلوقتي فعهد معي ابن أبي صفيان واستقر لفتحها في عهد الوليد بن عبد الملك وشارك فيها قادة كتير جدا عقب بن نافع اللي انطلق من برقة لحد ما وصل هناك وبعدين حسان بن نومان اللي بدأ الحروب بتاعته واستعاد بقى أقباط مصر فيها وعمل ميناء تونس عشان يبقى قادة حربية ولكن قضي على القوات بتاعته من خلال جيوش الكاهنة اللي انتصرت عليه موسى بن نصير بقى اللي أكمل الفتحات ووصل لحد المغرب الأقصى ووصل إلى سبتة ومليلة وكان صالح القائد البيزنط هناك ووعده مساعدات إسلامية موسى بن نصير ووصل لحد طنجة وعين طاري ابن زياد واليا على طنجة طبعا كل دي هي التوسعات الإسلامية كبيرة احنا شفنا الخريطة دي قبل كده خريطة توسعات حملة عقبة وحملة ابن المهاجر وحملة ابن نافع طيب نتائج بلاد فتح بلاد المغرب في دينية اللي هي الثقافية اللي تقول البربر للإسلام وانتشار الإسلام بينهم واللغة العربية الأمنية ان احنا أمننا حدود الدولة الإسلامية دايما نفكر في انك تأمن حدود دولتك الاجتماعية ان البربر اندمجهم في فتحات الدولة الإسلامية زي فتح الأندلس معظمهم اللي قاين بهم قوات من البربر والبربر طبعا عنصر من العناصر المقيمة الشمال أفريقيا اللي دخلت الإسلام وبقهم من المسلمين الموالي طب فتح الأندلس اكتمل المسلمين طبعا فتح بلاد الشام وشمال أفريقيا خلاص ومصر يعني فتح الشام بعد اندخل مصر وبعد انخذ شمال أفريقيا ووصل إلى أفريقيا اللي هي تونس بعد كده اتجه للمغرب واستقرر الحكم لحد مصاب النصير ما خد كل المغرب العرب بدأ بعد كده تطلع للأندلس ويفكر في الأندلس الأندلس اللي هي أسبانيا وبدأ يتفكر فيها وتخطيط مسبق طبعا تم فتح الأندلس بتخطيط احنا عملنا تخطيط مش بنروح كده واختر لقياة الجيوش بتاعته طارق ابن زياد عشان يفتح الأندلس طارق أول ما نزل على بلاد الأندلس الصخرة الأخرى من الاتجاهة أو الاتجاهة الأخرى من بلاد الأندلس اطلق على الجبل أو الصخرة النزل عليها اللي هي اسم جبل طارق اللي هي دلوقتي فيه مضيق مشهول جدا اللي هو مضيق جبل طارق طبعا عندنا النحاة تانجا والنحاة تانية جبل طارق النصر ده خلى القوت وهما حكام أسبانيا يكتموا بقواتهم والتقوا مع المسلمين في معركة شزونا أو شزونا وانتصر فيها المسلمين وقتل أملك القوت ودخلت الإسلام موسى بن نصير ده عبر بعد كده بالقوات بتاعته وصرق طارق مغاير وفتتح مدن زي إشبيلية واستكمل المسلمين فتح الأندلس على إيد عبد العزيز بن موسى بن نصير المسلمين ما تمقنوش من السيطرة على شمال غرب الأندلس عشان بروضة المناخ وعورة الطريق والمنطقة دي تحديدا النهاردة بنطلق عليه اسم البرتغال اللي خرجت منها بعد كده ما يطلق عليه اللي هي قوات الاسترداد أو قوات اللي ايه أو جيوش الاسترداد أو قيوش الاستعادة اللي عملت حروب مع المسلمين وانتصرت على المسلمين بعد كده وأخرجت المسلمين من الأندلس وحقيقة المسلمين يعني فعتهم الكثير بعدم فتح هذه المدينة حتى لما قتلهم الفرصة عندنا هنشوف على الخريطة دلوقتي خطوط سير القادة المسلمين ناخد يا جماعة بالنا من خطوط سير القادة المسلمين اللي قاموا بالفتحات الإسلامية عندنا يا جماعة خط سير موسى بن نصير احنا شايفين وهو لوط الخط أول واحد طاري طبعا اللحمر ده شايفين التجا إلى سونقسطة وبعد كده وصل لحد اليوم طيب الناحية التانية خرج عندنا موسى بن نصير وتوجه بالقوات بتاعته لحد ما تقابل مع القوات بتاعت طاري بن زياد وتوجه إلى الجهة الأخرى هوت لحد خيخون منطقة خيخون سير عبد العزيز بن هنا عبد العزيز بن موسى بن نصير خدها من ملقة لحد تدمير المكان دوت وتوسع فيه لحد مواصل إلى الأماكن التالية طب نتائج فتح الأندلس أنا عندي نتائج دينية انتشر الإسلام وتعاليم وحرية ممارسة العقائد والشعائر الدينية أعبد الله كما تريد أنا بنشر الإسلام لكم دينكم ولا يا ديني النحية السياسية نقل عاصمة إلى قرطبة مدينة قرطبة الاجتماعية الخضاء على نظام الطبقات والتحرر الطبقية القوطية اللي كانت موجودة القوط كانوا بيعملوا نصب طبقية شديدة جدا لا هذا الأمر تغير وبقى عندي هنا اتلغت العبودية وتلغى نظام الرقة وتلغى نظام الأقنان وفتحت البلاد للإسلام أنت مسلم وأنت مقيم في أرض إسلامية تعامل كالمسلمين بدأت المساواة وأصبح الزراع أحرار ولوم حقوقهم النحية العمرانية الإصلاحات الإدارية والتعمير والمنشآت كل ده المسلمين عملوا طيب بعد كده بحوالات بلاد الفرنجة عبد الرحمن الغافقي قرر أنه يتوسع ويصل بجيوشه إلى بلاد الفرنجة نقصد بيها فرنسا هذا الرجل توجه بقواته وطبعا طرق حميات عسكرية كان بيعمل يكل ما ينتجي إلى مكان يضع حميات عسكرية ما الحميات دي جزء من الجيش فأنت بتقلل في أعداد جيشك لحد ما وصلت عددك لم يكن مثل عدد الناس اللي وجهتك وهنا اللي وجهه مين ملك ليون أو أمير ليون ومعايا شارل مارتل وشارل مارتل دوت أحد ملوك الفرنجة العظام والكبار جدا بجيوش هائلة دوق أكواتين استعادوا شارل مارتل وطلب منه لعين وبالفئة للاسترجاع الدوقية بتاعته واستعدوا الاتنين للقاء المسلمين عندنا دية هي المتوسعات احنا شايفينها جماعة ومصالات القادة لحتى مواصلنا هنا لبلاطي الشهداء طور بواتين عندنا نهر اللوارهوت وعندنا نيساهية وعندنا بوردو وعندنا الجارون كل دية انت كنت تتكلم في اين في جنوب فرنسا ما كان في داخل فرنسا المسلمين دخلوا بفرنسا مش لحدود فرنسا احنا دخلنا لحد فرنسا الاسلام طيب بعد كده بصنا لقينا يحصل عندنا حاجة تانية المسلمين لقيناهم بعد موقع التوربواتين مع علاقة بلاطي الشهداء بعد ما فتح المسلمين مدينتين توربواتين الجيش الفرنجا وجهوهم الحرب كان قابل مدة عشر تيام والمسلمين لهم الانتصار والانتصار في اول الايام لصالح المسلمين طول الحرب لحد ما شرل مرتل دخل بجيشه من جهة الشمال واستوشت في المعركة عبد الرحمن الغافقي وقالات كبيرة جدا وفرار كثير من المسلمين قرر المسلمين اللي انسحاب هنا ودي طبعا كانت مشكلة كبيرة جدا خلي بالك وفاة عبد الرحمن الغافقي كانت من اخطر الامور اللي حصلت ولكن علينا ان نقول ان هناك مشكلة اخرى حدثت وهذه المشكلة في انسحاب مجموعة من المسلمين اثناء القتال من البربر بعد دخول الدسائس ما بين المسلمين طيب اسباب هزيمة المسلمين كسرت عدد جيش شارل مرتل ووصول العدد والاعتاد من كل صوب اتحق جيوش الفرنجة انهاء قوة المسلمين عشان معالج كثيرة جدا خضوها قبل الوصول الى هناك صعوبة الظروف الطبيعية كقصوة المناخ وخلافه اللي المسلمين مروا بيها طيب عندنا هنا الفتوحات الاسلامية شايفين يا جماعة عندي جبال البرانس دي اللي هي جبال في الاندلس ما بين اسبانيا وما بين فرنسا بعدها على طول المسلمين وصلهم فين بص يا جماعة بلاد الغال اللي هي فرنسا ديت احنا وصلنا لحد تور تور ديت يا جماعة قبل باريس يعني المسافة ما بينها وبين باريس مسافة مش كبيرة يعني المسلمين وصلهم الى اماكن بعيدة جدا في داخل اوروبا وداه امر طبعا مهم جدا الدولة الاموية واقفة الفتوحاتها هنا تبدأ دولة جديدة في العصر الاسلام وهي الدولة العباسية والدولة العباسية دولة الفتوحاتها ايضا والكن الدولة العباسية مرت بعصري هنا عصر العباس الاول لو العصر العباس الثاني قد يكون العصر العباسي الأول هو الأفضل من ناحية التوسع ومن ناحية القوة أما العصر العباس الثاني فكان فيه بعض المشكلات أنه ظهرت عند الدول اللي هي بعض الدول المستقلة اللي تبع للدولة العباسية والدولة العباسية حكمتها العباسيين تنمى دولهم وبدأهم يسمحهم بالحكم الذاتي وده أمر جديد جدا أنك أنت تخلي يحصل حكم ذاتي الخريطة الأقصادة دي بتبين الدولة العباسية في أقصى التساعها نبص قدامنا الدولة العباسية قدي يا جماعة والتساعها قدي ايه وصلت عندي من حدود مائية نفس الحدود تقريبا القديمة ولكن اللي التساع هنا والتأمين اللي كان من كل جهة دوت أقصى التساع لنا أخضر هو لون الدولة الإسلامية كلها طيب تعال نشوف عندنا أهم الفتوحات الفتوحات العباسية في المشرق في أسيا الصغرى في جزر البحر المتوسط وجنوب أوروبا طيب الفتوحات العباسية في بلاد المشرق عندنا العباسيون أعتمدوا على الفتوحات على الفرس أبو مسلم الخرساني ثم بعد ذلك الدولة الطاهرية والدولة الصفارية والدولة السامانية كل دولة من الدول ديت آلة سامان أو آلة صفار أو الطاهريون كل منهم قامت بعدد من الفتوحات والتوسعات بشكل كبير جدا في الدولة الإسلامية في البتائل بلاد الهند والسند بلاد الهند والسند ده حملت لواء الفتحة في بلاد الهند والسند ده أخر قرن الرابع دولتين الدولة الغزنوية والدولة الغورية تعالوا نشوف عندنا دية فتحات الدولة إلا على اليمين يا جماعة الدولة الغزنوية والتي على الشمال الدولة الغورية التوسعات بتالتالك الدولة الغزنوية أنتوا وغدين بأيكم في كل اتجاه كانت مشى أزاي في الجنوب وصلهم لآخر لهند ووصلهم لحدود الصين ووصلهم القراخانات ووصلهم عندنا لحد بحر الغرز والناحية التانية وعندنا الدولة الغوري وصلت بردك لاتجاهات أخرى وتوسعت بشكل زيادة بالفعل الدولتين دولت كان لهم دور كبير في التمسوعات تيجي العلاقات بقى بعد كده في أسيا الصغرى وعلاقتها بالبيزنطيين الدولة الأباسية رازم تحافظ على المكتسبات عجبها الشمالية كان فيه لغة ما بينها وما بين الدولة البيزنطية لغة حوار في بعض الأحيان فيه عداء وفي بعض الأحيان فيه هجوم احنا شفنا هارون الرشيد وازاي ان هما لما اخطأ حاربهم وشفنا ازاي المعتصم عندما استعانت المرأة به ازاي جوش وصلت الى هناك وحارب وانتصر كل دي تستطاعوا الحفاظ على وجود الإسلامي في تلك المناطق بشكل كبير العباسيين كان لهم إجراءات للسيطرة على المناطق الصغور والعواصم تقوية أقاليم الصغور الحرص على استمرار نظام الصوائف والشواتي تبادل الأسرة ما بينهم وبين البيزنطيين وخروج العباسيين لحرب الرنب أنفسهم كان الملوك بيخرج وما فيهاش مشاكل انا عايز انشر الإسلام وعايز اعمل دولة الإسلام دي عندنا يا جماعة صور بتوضح السيطرة دولة الإسلام في المرحلة دي والدول الإسلامية والانتشار الإسلام زي ما العباسيين ورسوا مراس بنقول عليه مراس بر ضخم جدا من الأموين بردك وجاءنا انهم وصلوا خدهم مراس آخر اللي احنا بنعليه المراس البحري والمراس البحري وصلهم هنا لجزير القبرص وجزير الكريت وملطة وسقلية واستطاع ان عندنا رشيد وضم قبرص وانه هو حارب قبرص واصر قبرص من المسلمين طبعا خدهم وفضل فيها عدة أشهر دولة الأغالبة هي الحقيقة اللي استطاعت الانتصار وضم قبرص على يد القائد طبعا ابراهيم ابن الأغلب على يد القائد أسد ابن الفراط دية التوسعات الإسلامية بتاعة دولة الأغالبة نجح العباسيين في الحفاظ على الدولة بشكل كبير جدا وانتشر الإسلام وبعد كده هيجي بقى الدول الإسلامية في مصري يبقى الطلنين والأغشيدين في كل مكان هتبقى مجموعة من الدول في العصر العباسي الثاني ودية هتبقى شكل الدول اللي موجودة عندنا في الدولة الإسلامية في فصل الطلونية الأغالبة الأدارسة الدولة البوايهية كل دولة هيظهر فيها أكتر من دولة تحت حكم العباسيين أبناء العزاء خدنا مجموعة من الفتوحات الإسلامية في العصر الأمن والعصر العباسي هناخدهم بشكل آخر وهنشوف برضك بعض الأمور ديات من خلال خرائط الزهنية فإلى هناك تكلمنا يا أبناء العزاء في الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأمورية في عهد الدولة العباسية الدولة الأمورية الدولة العباسية عملوا توصعات كبيرة جدا هنعمل لك شكل ملحص قوي لحتة العالم اللي اتعملت في التوصعات في العهد ديات شفنا عندنا الدولة الأمورية هنجد إن التوصع بتاعها هيبقى بشكل أكبر قوي مماذا كان في عهد القلفاء الرشدية يعني القلفاء الرشدين وصلوا تقريبا إلى هذه الأماكن كده وخدوا الجزيرة العربية دي بالكامل كده اتخذت القلفاء الرشدين كانوا وغدنا وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمنطقة بتاعت الشام كلها والمنطقة بتاعت العراق طبعا اتخذ كله المسلمين خدوه في الوقت دا وهيخدم هنا فارس برضك المسلمين هيخدوها ويخدم الأجزاء بتاعتها الجديد عندنا إن احنا عندنا في المرحلة التانية الدولة الأموية هتبدأ تتوسع لحد ما تصل إلى بلاد المغرل وعربية وهتتجه بعد كده إلى الأندلس وتتوسع في الأندلس لحد ما تصل إلى الخط دوت وهتصل هنا إلى جبال البرانس اللي على حدود فرنسا الفترة دا اللي كنا بنسامها فرنجية وهنا في الحتة دا تقفوا عند ليون وما بين ليون وواريس مسافة ليلة جدا وهتحصل هنا أهم معركة في تاريخ الفتوحات الإسلامية من الجهدية اللي هي معركة ايه بنسميها بلاط الشهداء وهما بتلقوا عليها توربواتي اللي كان عبد الرحمن الغافقي ضد شارل مارتل وتوربواتي هنا كان فيها عندك بلدك لورد إكواتين أو دوق إكواتين والشوفنا المعارك فيها الناحية التانية التوسعات وصلت لحد الهند وصلت لحد السند وصلت لحد ما يطلق عليه دلوقتي بلاد السند وبلاد فارد يعني البلاد بعد كده اللي هي بلاد ما وراء الله محمد بن القاصم وشوفنا بعد كده قطيبة بن مسلم البهلي ووقف هنا عند الصين حدود الصين ووقف عندها المسلمين يعني المسلمين من الصين للأندلس مسافة كبيرة جدا ما ننساش برضك إذا كان دا الشرق الإسلامي وده المغرب الإسلامي فأنا عندي الفتوحات في اتجاه بلاد الأنظل واتجاه أسيا الصغرى والتوسع في منطقة الصغور الإسلامية وصلهم إلى الصغور الإسلامية اللي قدروا من يفتحها الإسلامية كانت صغور رومانية قبل كده ووقفهم أمام القسطنطينية لم يستطيعوا عمل شيء قصادها نتيجة أسباب كتيرة جدا شفناها يجي العباسيين بعد كده يبدأوا ميزودوا من الفتوحات يعني في البحر المتوسط مثلا دولة الأغالبة استطاعت عن طريق إبراهيم بن الأغلب وقائد القوات بتاعته اللي هو أسد بن الفراط أنه هو يفتح عندنا قبرص وياخد قبرص طبعا الجزر اللي كانت موجودة سقلية آسف ياخد سقلية وعندنا كان فيه جزر تانية قبرص وملطة وكل الجزر دي الإسلام مصرم إليها والدولة العباسية استطاعت أن تصل إلى هنا وتأمن نفسها وتقف أمام الدولة البيزنطية موقف قوة واستطاعت برضك عندنا التوسع من جهة أخرى من جهة الشمال طبعا أنا عايز نقول أن الدولة الإسلامية كانت في عهد الدولة العباسية دولة قوية جدا عايز نقول التوسعات الأموية والتوسعات العباسية كانت وصلت لمرحلة أنها بلاد الإسلام كانت بلاد لا يغيب عنها الشمس وفيلم الأول الصين هناك لحد المغرب هنا والأندلوس هنا ودي مسحة إسلامية غير عادية وكلها شفنا فلسفة الفتح الإسلامي اللي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعش شجرة ما تقطعش طريق ما تحاربش ليلا ما توجهش ما تقتلش ما تمنعش عابد من صومعة ما تجزعش طفل ولا مرأة الحامل ولا تواجئ كل المعلومات دي كنا بنعملها الفتح الإسلامي كان مختلف عن الأسلوب بتاع الاحتلالات وديت ميزة الفتحات الإسلامية أبناء العزاء إلى حلقتنا ونقمل باقي درسان أبناء العزاء في نهاية حلقتنا اليوم خلنا النهاردة انتشار الإسلام والفتحات الإسلامية في العصر الأمو والعصر العباسي شفنا إزاي أن الأموين توسعوا شفنا إزاي أن العباسين توسعوا أرجو أنكم تكونوا استفدتم من هذه الحلقة عايزين نعمل بإذن الله مع بعض مراجعة الحلقة القادمة وناخد مجموعة من الأسئلة في بداية الحلقة ننقش فيها اللي احنا خدناه في الحلقات السابقة مع تحياتي هاني عن طرل صابر تاريخ الصف الثاني السنوي وقناة مدرستنا ثلاثة تحت أشراف وزارة التربية والتعليم إلى اللقاء تاريخ الصف الثاني السنوي مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد أنا هاتمر تاريخ الصف الثاني السنوي